بكتورة عبدالله يعني فيه مكتسبات فيه عزول حركة يمكن على واقع حادثة الغاز في كافر الشيخ فكرة ان قاعة الدولة بقى سريع قاعة الدولة بقى أسرع من الأول والإمكانات بقت متوفرة لده ماتخذ القرار بشكل أسرع من الأول في التعامل مع الحاجات الاستثنائية أو الحالات الاستثنائية حركة شايف ده ازاي وده من تجلياته الحقيقة ومن برضه من قصاره اللي احنا بنشوفه في الانتخابات وفي قزم الكورونا الدولة بتسبق برضه بخطوات حركة شايف المشهد كله ازاي؟ يعني بنؤكد على نفس الأمر اللي يمكن لما كنت مع حضرتك في انتخابات المرحلة الأولى أكدنا على حاجة هامة جدا يمكن غايبة عن المشهد أن لدينا مؤسسات دولة صلبة أصبحنا في مرحلة ما تسمى في السياسة مرحلة الدولة الصلبة أي لديك مؤسسات كبيرة محترمة تستطيع أن تكون بمهامها الخارجية ممكن شايفين سيدة الرئيس النهاردة هو في زيارات خارجية للعلاقات المصرية الفرنسية وفي نفس الوقت أنت استحقاقاتك الدستورية تقوم على أكمل وجه تاخد إجراءاتك الاحترازية لديك الهيئة الوطنية بتقوم بواجبها لديك الوزارات المعنية المرتبطة بالعملية الانتخابية بتقوم بواجبها باختصار شديد جدا أنت استطعت تمر بالمرحلتين تمر بغرفتي البرلمان زي ما قال أحمد بيه كده بمنتهى الجدارة ده في حد ذاته حاجة باعتبارها نجاح كبير جدا للدولة المصرية ثانيا أنت بتكلم عن الشعب المصري إحنا بنتكلم يعني البعض يقولك أصل نسبة أوليلة أوليلة إيه إحنا بنتحدث عن دول في دول خافت أن هي تعمل انتخابات ويمكن تحدثت مرة من المرات عن إسيوبيا لاغت الانتخابات خالص حجلتها لسنة جاي لاغتها خالص الله أعلم بقى ما دي يسموها الأجل غير المسمى دول تانية دول تانية قالت لك هكتفي هسمح للناس بالبريد وشوفنا الولايات المتحدة الأمريكية عملت هذا الكلام باختصار شديد جدا مازال حتى اللحظة دي بيتكلموا عن التزوير ومش التزوير حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي أنا بعتبر أن ده نجاح للدولة المصرية نجاح للشعب المصري حرصوا على أنه ينزل نسبة الحاجة و30% أنا بشوفها ممتازة جدا في ظل ظروف غير طبعية في العالم كله وبالتالي أنا بقى أحيي الدولة المصرية بكل مؤسستها أن هي تستطيع أن تحقق كل الاستحقاقات الدستورية في موعدها وفي نفس الوقت أنت عندك كل ما يتعلق بالقضاياك الخارجية أنت بتقوم بها على أكمل وجه في جميع الجبهات مع متغيرات عالمية وإقليمية في منتهى القوة ومنتهى الصعوبة وإسمعنا تكتور عبدالله أسأل حراكة فكرة أن الدولة المصرية لا تجامل لا تجامل إذا كان هناك شريك وشريك قوي وستراتيجي فلن نجامله على حساب الحقيقة دي فكرة استقلال القرار الوطني اللي احنا تكلمنا عنه بعد 30 يوليوه إنك إنت يبقى فيه استقلال وطني فيه رد أنا يعني لما يكون فيه ملاحظات من دولة ما أنا كمان ليه ملاحظات إذا كان عندك كلام ما ليه رد على هذا الكلام أنت بتكلم على فكرة استقلال القرار الوطني وده بتمثله القيادة السياسية في كثير من المواقف بنشوفها الرد بيكون حاضر الرد بيكون بمنتهى القوة في صلابة في إبداء الرأي والرد على الملاحظات من الطرف الآخر حتى ولو كانت دي دول عظمة سواء الولايات المتحدة فرنسا ألمانيا إنجلترا باختصار شديد جدا أنت أصبحت بعد 30 يونيو لك القرار الوطني الخالص الذي تستطيع أن ترد به بمنتهى القوة والصلابة وده برضو يرجعنا لمرجوع فكرة الدولة الصلبة يمكن نتكلم عنها أحمد بيه أن الشرطة والجيش الموجودين حاليا غير الشرطة والجيش حتى قبل 2010 القوة الترتيب النظام أشياء كثيرة جدا بتجعل الدولة المصرية في مرحلة أنا باعتبرها تاريخية وده منعكس حتى على استحقاقات للمرأة استحقاقات للشباب استحقاقات دستورية نجحة وقوية حتى هذه اللحظة